موقع خربيش لا يترك شاردة حاكم خلع أو شارف على ذلك إلا ويصنع منه شخصية كرتونية وبالنكتة والصورة الهزلية وشر بلية الحكام هو الذي سيضحكنا في هذا التقرير مع الزميل عماد العضيلي من عمان قاموا الثورات العربية في أزهى حللهم وأغرب مواقفهم الهزلية السياسية اللاسياسية في خربيش هذا الموقع الآتي من البساطة والشيء غير المنتظم واللا متناهي كان حاله من حال أفعال وحكم زمن طويل لرؤساء عرب تحدث عنهم خربيش ولا حرج حسنا أن كلمة خربيش يتعبر عن كل الأفكار والمعاني اللي كنا ببالنا اللي هي العفوية والحرية وعدم التخطيط المسبق لأي شيء تراهم هنا على حقيقتهم أبطالا من كرتون أولهم بلا منازع القذافي بناديه الليلي وجردانه في الهنلولو الليلي والريس بهيس ولو مش عاوزني أنا عاوزكم وفي الحقيقة أنا لقيت الحل إيه رأيكم وزين بمكالمته الموثقة صوتا وصورة على خربيش أحب أن نجي نعمل البحثين كيامات الله دي كيفين يا رحمة الله يخرب بيتك نيلتنا مع الشعب قدك ستين نيلة مرات ممكن يحكي نكتة بس لمجرد النكتة بس يعني لما تيجي على الموضع السياسية أنا بالنسبة لي بحاول أتعمد إنها تكون كوميديا سوداء فن النكتة السياسية المضحك رغم قساوة الموقف هذا ما أبدع به خربيش تاركا كاميرا الام بي سي ومشاهديها مع تجليات حكام ستشهد عليهم بعض الخربيش القذافي وامبارك وزين العابدين منهم من خلع ومنهم ألف كماشة لا تساعد في خلعه كلهم جعلوا من السياسة مادة للصغار ومن الكرتون تجليات للكبار على هذا الموقع الذي أخرج صورة رؤساء عرب دون تزيف مضحكين تارة وضاحكين على شعوبهم تارات وبخربيش شر البلية ما يضحك عماد العضايل الام بي سي عمان وفي الختام هذا تذكير بالعنوات